اهلا بكم ايها الاخوة الاخوات في حلقة جديدة برنامجكم الاسبوعي ابعاد ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور محمد باسل الطاي استاذ الفيزياء الكونية بجامعة اليرموك اهلا ومرحبا فيك دكتور اهلا بك يا اهلا مرحبا فيك في البحرين دكتور اياك الله وبياك الله سلم دكتور ابدأ من تعريفي لك كونك متخصص في الفيزياء الكونية شنو هي ذي الفيزياء الكونية دكتور ولا الفيزياء الكونية هي الفيزياء التي تتعلق بدراسة نشأة الكون أساسا نشأة الكون مما نشأ كيف نشأ وأيضا تتعلق بنظرية النسبية العامة لألبرت أنشتاين يعني مكوناتها وميكانيك الكم علم ميكانيك الكونتوم ميكانيكس أو يسموه أيضا ميكانيك الكونتوم فهذا اللي درسناه وأنا اشتغلت شخصيا على الطاقة الأولى التي خلقت في هذا الكون يعني أول خلق الكون طبعا الكون محدث وفق النظرية المعاصرة وبالتالي فقد بدأ من شيء ما يعني أو خلق بشيء ما أول الخلق هو الطاقة الأولى حتى إحنا مطلوب من ناحنا أن نعرف الكون ذي شلون نشأ وشلون بدأ مطلوب من ناحنا كمسلمين نعم مطلوب بالتأكيد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق كيف بدأ الخلق وهذا ما اشتغلنا عليه لأنه في ذلك آيات مهمات كبيرة تعرفنا بمعنى وجود الإنسان في هذا الكون وغاية وجوده طيب دكتور كونك أيضا يعني تمكنت من توفيق بين تخصك العلمي في نشأة الكون وإيمانك بالله شلون ربطت هذه الشيئين مع بعض الله لا أخفيك أنا يعني كانت دراستي في بريطانيا في جامعة مانشستر حافز لي بإعادة النظر في إيماني الديني وفي تجديد هذا الإيمان يعني أنا كنت بصراحة مؤمن تقليدي وأدي الفرائض والواجبات التي أديتها من باب التعاليم والتعليمات يعني ما كنت يعني أذهب على بعد من ذلك كثيرا لكن العلم وعلم الكونيات حظني على مراجعة القرآن الكريم ودراسته ودراسته وليس قراءته علمك هو اللي يدلك إلى الله سبحانه وتعالى نعم دلني أنه فلما وجدت التوافق الكبير ما بين ما يقوله الوحي النص الموحى وبين ما أعرفه من العلم تطابق كبير ليس مئة بالمئة طبعا ليس مئة بالمئة هناك ثغرات هناك يعني يمكن إحنا نوقف عندي ثقرات دكتور لكن تقول أنت في مقال لك بعنوان حيرة الإنسان بين العلم والإيمان بتاريخ 25 عشرة 2010 أين الحيرة إذن؟ إنها في المفارقة الكبرى بين فهمنا الدين التقليدي للعالم وفهمنا العلمي له شنو هي ذي المفارقة؟ هذه مسألة حقيقة يعني هي من كبرى المشكلات التي يواجهها المؤمنون والملحدون على السواء على فكرة عندما يدخل الإنسان إلى الجانب العلمي ربما يهيأ له أن هذا الكون لا يحتاج إلى إله وربما أيضا شاهد الناس كثيرا علماء كبار مثل ستيفن هاوكينغ ومثل لورانس كراوز الذين رديت عليهم يعني ينفون حاجة الكون إلى وجود إله بالأصل يعني وحتى لا يحتاج إلى خالق يتصورون ولكن هذا بالنسبة للناس خلي نقول علميين علميين صرف كذلك الناس المؤمنين لما يجع العلم بإيمان ديني تقليدي يواجه مشكل وفي ناس قريبين علي أعرفهم يواجه مشكل بالإيمان التقليدي يعني شخصانية الإله شخصانية الإله تجسيد الإله نزول الإله بالسماوات أين هي السماوات عندي بحث على فكرة منشور مع زميل لي باللغة العربية الدكتور محمد خالد الزعبي نشرنا قبل ست سنوات عنوانه مفهوم السماء والسماوات في القرآن الكريم وفي علم العلوم الفلك المعاصرة وجدنا إشكالية بالفعل يعني ما بين الفهم الديني للسماء والسماوات التقليدي وما بين الفهم العلمي الحقيقة بالذات السماوات جمعا التي جاءت في القرآن 190 مرة هناك إشكالية في فهمها لا يوجد لا يوجد توصيف فلكي علمي لمفردة السماوات جمعا ممكن أن تجيب توصيف فلكي علمي لمفردة السماء وليس السماوات من تقول لي سبع سماوات أنا أحتار يعني ما بعرف وين ما المقصود فربما تكون هذه أمور غيبية وهي إشكالية دكتور هذه المفارقة التي تقول عنها أنت يعني قلت أن علمك هو الذي يدلك إلى الله سبحانه وتعالى أنا أتكلم عن الإنسان البسيط اليوم هل محتاج أنه يكون عالم حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة الإيمان سيد الكريم هو تسليم إن كان لأكبر علماء العالم ولأجهل الناس أو أبسط الناس فهما إذا كان عاقلا طبعا فهو تسليم في كل الحالين الإيمان لا تستطيع إثبات وجود الله من خلال معادلات رياضية لا يمكن ولكن المعادلات والرياضيات والفيزياء وقوانين العالم هي دليل إلى الله وبالحقيقة ولذلك جعلها في هذا الكون يعني الله سبحانه وتعالى مم محتاج أن يكون هناك قوانين للكون لكنه بدون وجود هذه القوانين لن نستطيع الاستدلال على ضرورة وجود الله طيب دكتور ذكرت في لقاء على قناة تلفزيونية قلت أنك كنت مسلم وبعد ذلك أصبحت مؤمن كيف هذه دكتور شون فشرت شون كنت مسلم وبعدين صرت مؤمن قالت العراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك فأنا لم يكن الإيمان داخل في قلبي بمعنى عمق الإيمان لأنه كنت مستورث وراثة من عائلتي من والدي من أبي من أمي الإسلام أنه ولكن لما تعمقت في العلم وجدت أن الإيمان يزداد في نفسي من آيات مع العلم فألم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فالإيمان يزيد وينقص الإنسان البسيط الآن هو مسلم ولا مؤمن بالعادة هو مسلم والإسلام شرط أساسي وواجب على فكرة للإنسان لكي يكون يعني يكون من الفالحين الإسلام والإسلام بمعنى التسليم لكن الإيمان درجة أعلى يتي عن طريق العلم فقط ليس فقط عن طريق العلم القلب والعقل كلاهما يوصلك إلى الإيمان في ناس كثيرين لا يعرفون شيء من العلم الطبيعي ولكنهم من كبار المؤمنين وخير مثال على ذلك الصحابة الكرام الصحابة أسلموا وآمنوا ووجهم الخطاب يا أيها الذين آمنوا فهم مؤمنين الإيمان بمعنى الثقة بالله وليس فقط بوجوده بل بحكمته وبكل صفاته وقدرته وقيوميته على العالم وهذه نقطة مهمة أما كيف تؤمن بالقيومية قيومية الله على العالم هذا موضوع ثاني طبعا مختلف يعني لها طريقين دكتور يعني يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا مجهد نعم 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 الله سبحانه وتعالى يخشاه العلماء فعلا حق خشيته كلما تأمقوا في العلم يعني ولا يقصد فيه العلوم الدينية كما يذهب معظم أو كثير من الشيوخ الشرعيين العلوم والعلم في القرآن وردت مفردة علم باشتقاقاتها أكثر من ثمانين مرة في القرآن ويخطئ من يتصور أنه فقط تشمل العلوم الشرعية أو العلوم الدينية أبدا كلمة ومفردة علم تشمل حتى العلوم الطبيعية في سورة كل العلوم الموجود كل العلوم في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال الذين أوتوا العلم أوتوا إيش العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لماذا أولو العلم لأن أولو العلم يعرفون أنه بعد الموت لا يوجد زمان ينتقل الإنسان إلى عالم آخر ليس فيه زمان ليس فيه زمان وهذا ما يسمى بالبرزخ إلى آخره وهو يعني طبعا هذه الحقيقة لا يتوصل إليها واحد فقط بالعلوم الطبيعية ينبغي أن يكون عنده إيمان أصلا بوجود حياة بعد الموت حتى يعني طيب دكتور كيف تصف أو تفسر وجود علماء غربيين عظماء ك يعني ستيفن اللي تذكرته اللي تصف بأنه آية من آيات الله وأنه يعني عند العلم لكن هو غير مؤمن ستيفن هاوكينغ أنا قابلته عام 1977 عندما كنت طالب دكتوراه رحت إلى مؤتمر في كندا في أوغست 77 ومؤتمر كبير كان في علماء كبار جايين 600 وشي تقريبا عالم سألت سؤال قلت له هل ترى أن وراء المعادلات الرياضية التي نكتبها على اللوح في قاعات هذا المؤتمر هناك شيء لا تدركه المعادلات الرياضية فهو فهم الرجل يعني هو ذكي بما يكفي فهم قصدي يعني أطرق هنيهتان كما يقال وقال إذا كان من شيء فلابد أن يكون منطقيا وقال له وهل تعتقد حدسك الشخصي مش المنطق حدسك الشخصي يقول لك وجود شيء آخر غير المعادلات وغير الرياضيات طلع الحقيقة فيها وأنا أذكر لمعت عيناه يعني كأن يعني كأنها دمعت عيناه وقال أنا أبحث عن هذا أعطيني فرصة أنا أبحث هذا كلام 77 بعد عشر سنين من ذلك هو نفسه هوكينغ بالتعاون مع وليام هارتل على فكرة وهارتل عالم كبير أيضا رياضياتي حصروا مسألة وجود الإله شوف هنا النقطة بوجود بداية للكون فإن لم تكن للكون بداية فلا حاجة للإله حاجة للكون يعني إلى إله أو خالق فأثبت بالمعادلات الرياضية أن الكون ليس له بداية لأنه ممكن أن يكون قد وجد في زمان خيالي مش تخيلي خيالي بمعنى بالرياضيات جذر ناقص واحد يسموه هذا الإيماجينري يمكن أن يوجد فيه الكون لآماد غير محدودة ولكن تعال يا ستيفن هوكينغ أنا كتبت له الزمن الخيالي زمن غير فيزيائي فعلى أي أساس تقول لنا لا يحتاج إلى إله ربما كان الزمن الخيالي هو جزء من زمن عقل الله أو بين قوسين مع احترامنا وجلالنا لكلمة عقل الله ربما ما تزبطهون بس هم الغربيين يستعملوها يعني ربما كان الزمن الخيالي هو الزمن الذي يعيش فيه أو تعيش فيه الأشياء فيما وراء هذا العالم خلي دكتور في هانتوز بالتالي لو سمعت لي هنا وضحها لأن هاي الشباب كثير من الشباب يعني يتصوروها حقيقة علمية وهي ليست حقيقة فعدم وجود زمن حقيقي وجد فيه الكون بامتداد حقيقي يعني أن الكون محتث مخلوق هذه الجزئية نفسها دكتور يعني اللي أسألك فيه تقول في مقال لك تحت عنوان ستيفن هوكينغ وخلق العالم ليس العلماء أولى بمعرفة الخالق والوصول إليه ما هي الإشكالية القائمة بين العلم والدين في الغرب وهل من سبيل لإيجاد توافق اليوم بين العلم والدين إذا حتى العلماء ما وصلوا من خلال علمهم لوجود خالق ممتاز يعني هذا فعلا سؤال شامل وفي أنا الحقيقة قبل شهر ونصف تقريبا صدر لي هذا الكتاب اللي عنوانه في الولايات المتحدة الأمريكية باللغة الإنجليزية وقد تعمدت أن أكتب هذا الكتاب لأنه يوضح علاقة العلم والدين من وجهة نظر إسلامية هنا إيسيز أون إسلام أند ساينس هذا الكتاب سأقوم إن شاء الله بشهر القادم آذار بزيارة الولايات المتحدة إذا سمح لنا بدعوة لتقديم الكتاب للجمهور الأمريكي فيه بيان وتفصيل لهذه المسألة يعني الإشكالية عند الغرب وين متعددة الوجوه الوجه الأول تصور أن القانون الطبيعي يغني عن وجود الله وجود القانون الطبيعي يغني عن وجود الله وهاي مشكلة عند هاوكينغ وعند غيره يتصورون مجرد يوجد قانون صارم في الطبيعة لا نحتاج إلى الله أبدا أبدا من الذي يشغل القانون الطبيعي سؤال لهاوكينغ وسؤال لكراوز ولأي واحد يسمع لهم هل أن نتيجة اشتغال القانون الطبيعي هي حتمية ماذا يقول ميكانيك الكم دعنا من الدين دعنا من كل الأديان ماذا يقول لنا ميكانيك الكم يقول أن نتيجة اشتغال أي قانون طبيعي هي ليست حتمية وإنما احتمالية جوازية طيب من الذي يتحكم بالاحتمالات من الذي يتحكم أنا ألقي من يدي أنا لا أقول الله سبحانه وتعالى على فكرة أنت فقط توجه السؤال أنا فقط أوجه السؤال ثم أقول لهم لا بد من ايجنسي لا بد من كيان لا بد من ما نوع هذا الكيان هل يمكن أن يكون جزء من الكون لو ألقي هذا القلم من يدي بحسب ميكانيك الكم يسقط طبعا ملايين مليارات المرات سيسقط لكن هناك احتمال ليس صفرا قليل جدا علمي نعم علمي نعم أن القلم لن يسقط نحو الأرض ربما يكون واحد بالألف مليون مليار ممكن ممكن بس إذن بالنتيجة القانون ليس نتيجة اشتغال القانون ليس مطلق ليس مطلق طبعا هذه بالعالم الجهري عفوا العالم الكبير عالم الأشياء اليومية لا تظهر بوضوح لكن في تلفونك الخلوي في بلورات كريستلز تعبر فيها الألكترونات عبر حواجز لا ينبغي أن تعبر بالقانون التقليدي الكلاسيكي لا تعبر وبالتالي تلفونك ما يشتغل المفروض ما في مايكرو إلكترونيكس لكن لوجود ميكانيك الكم ميكانيك الكونتم هذه ولكون ولكون أن هناك احتمالية طبعا في العالم المجهري لا تكون صغيرة تكون احتمالية كبيرة تعبر الألكترونات ذات طاقة ضعيفة جدا تعبر حواجز ذات يعني حاجز قوي وهذا يسموه تنرينج إفكت تنرينج يعني التنفيق كأن الألكترون يدخل إلى نفر طيب هذه العلماء اللي أنت تكلمهم دكتور نعم ما يعرفون هالكلام يعرفونها ولكن ليش يغافلون كيف يتغافلون اقرأ ما يكتبونه يتغافلون لأنهم يقولون لابد موجود قانون آخر حتمي حتمي سنكتشفه يوما ما حتى الآن ما اكتشفه ولذلك هاي النظرية محيرتهم مع الحتمية اللا حتم اللا حتم محيرهم ولذلك يلجأون إلى مثلا نظرية ديفيد بوم ديفيد بوم شخص أيضا من علماء ميكانيك الكم له نظرية تحاول تحاول جلب الحتمية إلى تفسير ميكانيك الكم بطريق حتمي ولكن النظرية فيها مشاكل عويصة ورفضت من قبل العلماء الفيزيائيين نفسهم يقولون في غيرها ربما على فكرة في نظرية ديفيد بوم في شيء يسمى المتغيرات الخفية فعلماء الفيزيائيين المعاصرين هاو كينغ وغيره يقول لك ربما نكتشف يوما ما هذه المتغيرات الخفية من؟ إن اكتشفتم المتغيرات الخفية فستعلمون أنها متغير واحد وهو القيوم قيوم على العالم ما هو هذا القيوم؟ هل يكون جزء قانون من قوانين العالم؟ لا يصح لأنه لو كان قانونا من قوانين العالم لحتاجه هو الآخر إلى مشغل يحتاجه إلى من يتحكم به طيب دكتور نحن نحتاج لطلع فاصل فبالتالي لازم يكون خارج ونرجع نواصل خارج العالم شكرا لك دكتور فاصل قصير ونعود ونواصل أهلا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات ما زلت واصل حواري مع البروفيسور محمد باسل الطاي أستاذ الفيزياء الكونية بجامعة اليرموك دكتور يمكن تحدثنا عن جوانب عديدة قبل الفاصل ما أظن أن دكتور اليوم دافع كثير من الشباب بالإعجاب بهذه الأفكار الإلحادية أو من بعض الملحدين هو بسبب أن الغرب اليوم متقدم علينا كما يقول ابن خلدون في مقدمته أن الأمة الضعيفة مولعة بتقليد الأمة القوية يعني الإشكال عندنا مو الغرب اللي قاعد يصدر لنا المشكلة عندنا إحنا دكتور نعم هذا صحيح هذا صحيح ومشكل كبير الحقيقة وهو غياب القيادات الثقافية الصالحة لهذا الزمان القيادات الثقافية الموجودة حاليا وفي مقدمتها قيادات الشيوخ يعني الشرعيين والدينيين هي قيادات غير صالحة لمحاورة الشباب شلون غير صالحة غير صالحة لأنه يستعيرون من الماضي كل مثالهم وكل قدوتهم هي في الماضي يعني أحسن ما يوجد تلاقي واحد يحكي لك عن الأئمة والصحابة والسلف وكلام جميل ولطيف وعلى العين والرأس هم كلهم الصحابة بالفعل أئمة وشيوخ قدموا أفضل ما لديهم قبل سبعمائة سنة لكن نحن هالسبعمائة سنة شو سوينا؟ هل العالم كان راكد؟ هذول الشيوخ أصبح فكرهم اكسباير أوتوف ديت يعني لم يعود صالحة لأنهم راجعين سبعمائة سنة وغيرا أيوة لأنه لا يعني هو يتحدث بكلام ليس في كلام العصر ولذلك على فكرة تجد بعضهم الشيوخ شفت حظرتك يتشبث بأنه مثلا أن الأرض لا تدور حول الشمس وإنما الشمس تدور حول الأرض يتشبث بأنه القمر ليس في السماء وإنما منتصق بالسماء مثلا لكي يبرر بعض الأفكار الدينية لا تحتاج إلى ذلك أنت تحتاج إلى أن تتعلم العلم جيدا وإلا وإلا فإن الشباب لا يسمعونك لذلك أنت دكتور يتهمونك أنك تفسد عقائد الشباب مثل الطالب اللي كان عندك واللي انسحب من المادة ولما سألت قال لك أن أنت تفسد عقائدتي الدينية نعم يعني هو في الحقيقة هذه حالة صارت نعم لكن غالبا الآن الشباب يسمعون لي أنا عندي جمهور كبير جدا من الشباب لكن الشيوخ يعني وهذا واحد هو كان من الذين يصير شيخ يعني فأسقط مادة علم الفلك وهو طالب في الجامعة وطالب شريعة طالب كليات شريعة نعم وكان من الطلاب الكويسين يعني مش من الطلاب المهملين طلاب جيدين فأنا حزنت ليش أسقط المادة رأيته في الشارع يعني نمشي فقلت له يا فلان لماذا أسقط المادة يعني وانت طالب جيد قال والله الموضوع مو موضوع علامة ولا شيء أنا وجدت أن هذا علم الفلك الحديث يفسد العقيدة علم يفسد العقيدة أنت دكتور أعطيهم أن الأرض تدور حول الشمس مثلا وأنها تدور حول نفسها وأن العلم الفلك الحديث ألم دقيق طبعا هو وين يقرأ يقرأ بالكتب القديمة الذي يقول له علم الفلك علم تنجيم وهذا صحيح ولكن متى صحيح؟ صحيح عام سبعمائة وثمانمائة هجري النظرية الكوكبية كانت نظرية خاطعة على عهد المشايخ والسلف ومن آخرهم يعني الشيخ أحمد بن تيمية مثلا من حقه يرفض لأنه كانت نظرية الفلك في وقته غير صحيحة ولذلك تقدير علماء الفلك لمواقع الكواكب والشمس والقمر كان تقديرا يطلع من الناحية الواقعية غلط ولذلك لا يمكن أن يقبلوا به يقول يولد الهلال بفلان ساعة وفلان دقيقة يطلع غلط في النظرية القديمة ولكن في النظرية الحديثة بعد اعتماد مركزية الشمس وأن الشمس هي مركز النظام الشمسي أصبحت الحسابات دقيقة جدا وأستطعنا نستطيع أن نحدد مثلا موقع وساعة ودقيقة وثانية ولادة الهلال فلكيا بدقة عالية جدا دعني دكتورة أتكلم عن باحث في جامعة عربية يدرس أيضا شريعة استطاع أن يثبت أن الأرض هي مركز الكون من خلال أحاديث وآيات أيضا فإذا أنت تقول كلام يخالف يمكن القرآن وما هو موجود في السنة من أحاديث لا سيد الكريم أنت ممكن تحدثت عننا حتى نعم هناك ناس تحاول تثبت هذه الإثباتات من خلال من ناحية دينية وشرعية من ناحية دينية بفهم مخطوء للقرآن يعني مثلا من يأخذ والشمس تجري لمستقر لها يأخذها يمسك كلمة تجري ويقول لك تجري إذن الشمس هي التي تجري وليس الأرض التي تجري بس ما معنى كلمة تجري خلي نرجع للغة إذا الشمس كورت خلي نرجع إذا الشمس كورت شو معنى كورة تكوير باللغة أيضا ثم نطابقها مع العلم هذا اللي أقول سيدي لماذا أقول أنه نحتاج إلى شيوخ جدد ولكن على فكرة ليس شيوخ جدد يفسرون القرآن الكريم بمفردات جديدة والدعاءات جديدة تبت تربط بالعلم لا أنا أربطها بالعلم واللغة واللغة يعني ما يصير أفسر زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنينة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أقول النساء هي من النسيئة والنسيئة هي الشيء المؤخر والشيء المؤخر هو الذي في المستقبل وبالتالي مفردة النساء هنا تعني الشيء الجديد كما قال أحد المفسرين الجدد واللي عنده جمهور كبير للأسف من هالغشمة هاي غشيمين ملاحقي قال والله هذا يقول لا يوجد ترادف في القرآن دكتور خلني تقول في مقال لك دكتور قلت فيها المقال أن المنهجية الدينية التقليدية لا تتوافق مع منهجية العلم المعاصر بل لا يمكن أن تتبناها تبنيا كاملا دكتور هل تدعي أو تدعونا اليوم أن نحن نطلع دين جديد مختلف عن دين لا لا الدين هو إن الدين عند الله الإسلام بالأساس يعني التسليم هذا التسليم هو الأساس كما قلنا للعالم والبسيط والجاهل والعامي لكن اللي أدعو له فهم صحيح ودقيق للقرآن الكريم وفهم بموجب أساس اللغة العربية وعدم الإصرار على بعض القواعد القديمة مثلا القول بأنه يعني عموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة غير صحيحة ليش غير صحيحة لأنه خصوص السبب أحيانا نبين لك كثير من أوجه التطبيق كيف تطبق الحكم الشرعي إذا ما تأخذ بخصوص السبب قد تطبق الحكم الشرعي في غير ما وتنزله وغير منزله فلازم تعرف الخاص والعام يعني المعنى يتغير بالسبب نعم ليس المعنى المعنى والدلالة عندك لغة المعنى كما قلت لا ينبغي أن تفسر النساء هذا الشخص الذي فسر النساء من النسية أو ما نسية هو قال كيف يخلط النساء مع الخيل المسومة والأنعام والحر طيب خلط الإنسان والناس مع الدواب في آية أخرى في آية فيها سجدة يسجد الله وكثير من الناس والدواب والدواب وقدم الدواب وكثير من الناس هل معنى ذلك أنه يعني الله يحتقر سبحانه وتعالى يحتقر للناس ما يحتقر الإنسان كرامة علية عند الله وكرمنا بني آدم فهمنا للمفردات القرآنية يتبع الدلالة باللغة العربية الصريحة ولكن فهمنا للأحكام سيدي أنا بحكي على الأحكام وإنزال الأحكام يعني مثلا وبعض المفردات أيضا مثلا الكفر والتكفير ما معنى كفر باللغة جاحت الكفر تغطيه مثل كفر بالإنجليزيا على فكرة هي نفس المعنى كفر كفر علم الحق وغطاه هذا الكفر وبالتالي إذا واحد جاهل هل أعتبره كافر وينكر شيء وهو يجهل هو ليس كافر هو ليس علم بشيء ما لم أبين له العلم في ذلك وأبين المعنى والدلالة لا أستطيع عنه دكتور هل في تناقض بين الدين والعلم اليوم؟ كما قلت هو ولا بين فهم رجال الدين التناقض بين فهم فهم الدين والعلم هناك فيه مواضع فهم الدين والعلم أنا شخصيا لم أجد تناقض بين مضمون القرآن مثلا النص الموحى والعلم لكن فهم الناس القدماء غير فهمنا المعاصر إذا صار فيه تناقض بين الدين والعلم شون رح تتصرف؟ هذه مسألة تحتاج إلى بروسس ليس من السهل الحكم على التناقض ولا حل التناقض لأنه يحتاج إلى تدقيق النص الديني مراجعة الوجوه والأشباه والنظائر مراجعة الدلالات واحتمالاتها ثم مراجعة العلم وفي قضايا كثير نظرية يعني الآن نظرية البيك بانك مثلا الانفجار العظيم كتب أحدهم قبل أسبوعين مقالة أرسلت إليه لبيان الرأي يقول الإيمان بالبيك بانك بالانفجار العظيم مخالف للعقيدة الإسلامية بينما كان كثير منهم الشيوخ يعتبرون الانفجار العظيم هو دلالة على حدوث الكون فإن كان الكون محدثا دل على وجود الخالق مش هيك؟ الآن هذا الرجل يقول لا الانفجار العظيم مخالف للعقيدة الإسلامية تعتمد على فهمه للعقيدة الإسلامية وتعتمد على فهمه للانفجار العظيم على فكرة نفسه وبالتالي يعني نحن بحاجة إلى قيادات يعني ليس واحد تقدم الإسلام الصحيح والنص القرآن الصحيح وعلى قواعد صحيحة دكتور خلني أرجع إلى هوكينغ تقول في إحدى لقاءاتك يعني هوكينغ كان يبحث عن الإله المتحيز ولذلك لم يجده نعم كيف نبحث عن الله سبحانه وتعالى علميا الممكن؟ هو إذا قرأت كتاب هوكينغ الأول اللي هو Brief History of Time Brief History of Time تاريخ موجز للزمن تجد أنه يناقش فكرة الإله كما هي في من في الفكر المسيحي في الفكر الديني المسيحي وهو الإله المتجسد الذي يمشي على الأرض الذي ولد من رحم امرأة فهو إله متحيز فيقول لك هذا الإله كيف يعني أنا أؤمن به وهو المفروض يعني خلق الكون أو أوجد الكون كيف تجسد في جزء من الكون في جزء وهو الأرض كرة الأرض اللي هي لا شيء كيف كان يعني شغلة غير عقلية ولهذا أنا عام 97 أرسلت رسالة إلى ستيبن هوكينغ بيّنت له أن هذا الإله مش هو الإله الصحيح الإله الصحيح هو الذي ليس كمثله الشيء هو الإله التجريدي الإله الذي لا يتجسد إنساناً أو يتجسد على الأرض أو خلقاً إنما هو الخالق لكل شيء أنت دكتور ليش مهتم جداً بستيبن هوكينغ ستيبن هوكينغ لأنه عقلية مخلصة ونزيعة وهو شخص أحبه شخصياً الحقيقة لأنه نزيه وأنا أمل آمل أنه يوماً ما ربما أمد الله في عمره كل هذا الزمن لكي يؤمن يعني أتوقع أن يؤمن بالمناسبة يؤمن بوجود الله ما علينا من من الجانب الشرعي هل يصير مسلم ويعلن إسلامه ولا ما يعلن إسلامه هاي شغلة أخرى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثملاً قليلاً آل عمران آخر آل عمران أولئك لهم أجرهم عند ربه إن الله سريع للحساب لما جت هاي الآية ونزلت في من نزلت في النجاشي وأمثاله ربما هاوكينغ في يوم أنت دعوت للإسلام نعم أنا دعوته في الرسالة اللي ذكرتها لك في سبعة وتسعين سبعة وتسعين وكانت في رمضان الحقيقة كتبتها وأرسلتها وكنا يعني في ظرف صعب الحصار ما كان نقدر نودي رسائل أو وديتها وصلت من خلال أردن الحقيقة وديتها فأجابني ودى لي رسالة بالDHL ستيفن هاوكي بالDHL إلا أصر أنه تصلني ووصلت والرسالة يقول فيها أنا أشكرك على رسالتك موجودة عندي بتوقيع سكرتيرته سوزن ميسي التي قالت هو يعتذر أنه ما قدر يكتب الرسالة بإيده لأن أنا كتبت الرسالة ما قال في الرسالة شو قال قال يشكرك أن البروفيسور ستيفن هاوكينج يشكرك على رسالتي وكان مسرورا بها ويسر يسر بالرسائلك ولكنه في وضع صحي لا يساعده على الدخول في نقاش من هذا النوع لأنه يحتاج يعني إلى كلام طويل ووضعه الصحي لا يساعده is unable to يعني write to you دائركتلي فأنا كلفني يعني أكتب لك ليش ما تميت بريتشارد ريتشارد دوكنز شخصية أخرى تماما ريتشارد دوكنز هو أيضا عالم نعم هو عالم بايولوجي ومحترم من ناحية العلمية وإن كان يدلس السبب مختلف جدا لأنه أول صفة عند ريتشارد دوكنز أنه يدلس على فكرة ويغمض عن أشياء وحقائق يعني مثلا يقدم لنا تشريح عنق الزرافة ويقول في عصب يدور حول قلب الزرافة ثم يطلع كل عنق الزرافة أطول عنق بالحيوانات يمكن الجمل مثلها ويصل إلى الحنجرة يقول لك هذا الديزاينر ديزاينر باد ديزاينر يعني اللي يصمم هذه الزرافة مصمم سيء ليش قال لأنه ودى هذا العصب ودار في حقيقة الأمر أنه هذا له شول يعني لا يمتغي لا وظيفة يعني لم تكن المسألة بهذه البساطة وبالتالي ريتشارد ثانيا هو منفعل كثيرا يعني لا يناقش بهدوء مواضيع الإيمان والإلحاد ومنكر الله ومعتدي ولذلك لا أراه يستحق طيب دكتور شون ندخل حق يعني قلت يعني دخلت في حوار معهم مع المتخصصين ومع العلماء المتخصصين في هذه العلوم بأن نقنعهم بوجود الله سبحانه وتعالى كيف المنهج الذي نتبعه معهم هو أنا هذا الكتاب طلبت إرساله إلى ناس كثيرين ورح أرسله أيضا إلى هاوكينغ وكراوس ربما رأى لا أرسل نسخة إلى ريتشارد دوكينز مش بالضرورة وسأطلبهم أطلب جوابهم عليها أنا أرسلت طبعا إلى وجاوبوني الحقيقة إجابة إجابة مجاملة يعني مع الاستلام الكتاب إلى مستشار الملكة ملكة بريطانيا للأمور الفلكية مارتن ريس بروفيسور مارتن ريس هو بروفيسور جون بارو واحد من كبار علماء الفيزياء والرياضيات وهو من جيلي على فكرة أيضا مواليد من نفس مواليدي ولكن بارز الشخص كان رد مجاملة عليك نعم رد مجاملة أنها محاولة جميلة وسنحاول قراءتها فأنا باستمرار أتابعهم مش أن أريد جواب على أمور كتبتها هنا نعم مثل الفرق بين القانون الفيزيائي والقانون الطبيعي هم يقعون في إشكال الخلط ما بين قانون الفيزيائي والقانون الطبيعي وهذا يؤدي بهم إلى القول أن قوانين الفيزياء تغني عن وجود الإله كما قالها بول ديفز مثلا مشهور بول ديفز بي سي دابليو ديفز هذا زميل أستاذي وكان هم دكتور عندهم مشكالية بالقانون إشكالية في فهم القانون وعدم التمييز إذا ميزنا راح يطلع عندنا القانون الطبيعي احتمالي جوازي فيحتاج إلى من يختار بين الاحتمالات والقانون الفيزيائي هو تصورنا إحنا ويتبدل مع الزمن كما تبدل قانون الجاذبية من نيوتن إلى نشتاع خلنا نطبق قانوننا نطلع فاصل دكتور فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات نعود بعده ونواصلها بعد أهلا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات مازل تواصل حواري مع البروفيسور محمد باسل الطاي أستاذ الفيزياء الكونية بجامعة اليرموك دكتور أحب أنتقل إلى محور مساهمة علماء المسلمين في العلوم الطبيعية على مدى التاريخ كيف تنظر دكتور هو مساهمات علوم المسلمين في العلوم الطبيعية قسمين قسم دراسات علمية محظة مثل البيروني ابن الهيثام السجزي وعشرات البطروجي في الأندلوس في الفلاكو وقسم ثاني فكرية فلسفية متعلقة بالأمور الطبيعية كما تعلمون حضرتكم أصلا العلوم الطبيعية كانت تسمى ناتر الفلسفة وحتى عهد نيوتن إسحق نيوتن لما كتب كتابه لبرينكيبيا أسس الفلسفة الطبيعية سمى أسس الفلسفة الطبيعية ما سمى أسس الفيزياء لأن هذا المصطلح الفيزياء لم يكن موجود في ذلك الوقت ممن ساهم بالعلوم الطبيعية أو في مفاهيم من غير علماء الفيزياء والحركة والميكانيك أبو حامد الغزالي مثلا له مسامامات جميلة وقوية مثلا ناقش أبو حامد في كتاب دهافة الفلسفة موضوع توسع الكون من باب هل يمكن أن يكون الكون العالم أكبر مما هو عليه سأل سؤال هل ممكن أن يكون أصغر مما هو عليه وخرج بنتيجة أنه ممكن أن يكون أكبر وممكن أن يكون أصغر وبالتالي أجازة أبو حامد الغزالي الذي يعتبر للأسف إلى عهد قريب يعتبر من المفكرين المتخلفين ولكن هو ليس متقدم تقدم جدا فخرج بنتيجة أن الكون ممكن يكون أكبر ممكن يكون يسرع أصغر على حين إبو الرشد الذي يعتبر تقدمي في نظر بعض الكتاب قال لا الكون لا يمكن أن يكون أكبر ولا يمكن أن يكون أصغر لأن رسطو يقول ذلك يقول إذا صار أصغر أو أكبر يخرب يفسد وإذا فيما يأخذ مننا في مساهمة علماء المسلمين في العالم ما لا يأخذ مننا يقول إذا تسمح لي بس دكتور في هذا الجزء يقول مفكر السعودي إبراهيم البليهي في كتابه حصون التخلف أن علماء المسلمين كانوا حالات فردية لا تعبر عن وجود مناخ عام علمي وثقافي في العالم العربي والإسلامي خلال عصور نهضته في حين كان المسلمون يحذرون من هؤلاء العلماء ويتبرؤون من أفكارهم فلماذا نفتخر فيهم ونتحدث عنهم إذا كانوا في ذاك الوقت ممعترفين فيهم هو يقصد علماء الطبيعة ربما مثل ابن الحيثام ولذين لكن هذا الكلام بالذات أنا أرد عليه غير صحيح أبدا بالقطع وهو ينم عن نظرة للأسف محدودة لو راجع الأستاذ الفاضل كتاب هبت الله بن ملكة البغدادي لو وجد أن هبت الله بن ملكة قال بقانون السقوط الحر قبل وبوضوح ودقة قبل قليليو بحوالي أربعمائة خمسمائة سنة بس المجتمع كان حاضن في ذاك الوقت والاجتمع نعم حاضن لهم هذا غير صحيح البيروني كان محترما من قبل الغزنوي السلطان الرازي مسعود الرازي كان محترما إلى حد كبير ولكن الرازي من طبعه هو وطريقته ومنهجيته أنه يتلابش يخمش وجه هذا ويخمش وجه ذاك وكتابه صدامي صدامي كتابه محاورات ومناظرات ما وراء النهر لو تقرأه تقول يعني يعني ليش هيك هذا الفخر الرازي أقصد الفخر الرازي لكن أبو بكر الرازي في الطب الطبيب نعم لقي عنة من بعض الناس لإلحاده لأنه كان يدخل بقضايا فلسفية ودينية ويقاومها نفس المشكلة حين دكتور حين أنتوا لكم وزن كعلماء في دولكم في منطقتنا العربية مثل ما هو موجود عند الغرب ليس كذلك السبب الآن لا تقول لي الآن الآن ما عدنا حاضنة علمية الآن ما عدنا الغرب يقدر العلم حكومة وشعبا وعلماء يعني قبل 700 سنة كان موجود حاضنة وليوم موجود حاضنة كانت موجودة بدليل أنه في عهد المأمون ترجمت عشرات الكتب المأمون ابنه والمعتصين لكن وين خربت الدنيا خربت لما يجل قادر بالله في سنة 421 هجري أصدر الصحيفة القادرية وجمد العقل المسلم في جانب منه يعني في جانب الفلسفي وأصدر الصحيفة معروفة القادرية التي بقيت تتلى خمسة وعشرين سنة أن العقيدة الإسلامية هي كذا وكذا وكذا ولا ينبغي الخروج عليها لا بالعلوم الطبيعية ولا غيره فجمدت اللي اعتمدت الحنبلية الحنابلة كتبوها ما كان لها أسبابها ذاك الوقت أنك كانت خير دقيقة عن العلوم الطبيعية اللي موجودة لها أسبابها فيما يتعلق بالجانب الديني والصراع بين الأشاعر والمعتزلة الصراع بين الأشاعر والمعتزلة وصل حداً مقرفة بحيث بحيث صار الأشاعر يضربون المعتزلة ويقتلون يعني حتى يصير قتال يؤدي للموت والمعتزلة كذلك عندما تولوا الأمر في عهد المعتصم والمتوكل نكلوا كثيراً في عهد المأمون المعتصم نكلوا تنكيلاً أحمد معروف بالأشاعر وبالفقهاء وحبسوا أحمد بن حنبل وضربوه وخلعوا كتفه يعني هذه الصراعات يعني من الصير الصراع باليد وبالهذه وإحنا إخترب العلم خلق خرب ما عاد ما عاد ولذلك قبل البرنامج كنت تحكي واللي صير حين بين علمائنا علماء الدين بين خلاف وبين الأشاعر والسلفيين وتيارات لا يصح سيد الكريم إحنا يجب أن يكون عندنا مناخ وجونا تقبل الرأي الآخر وليس بالضرورة نؤمن به يعني أنا والله نحن في عهد المأمون من اللي قاعد يصير من خلافات بينهم نعم صار هذا وبعضهم يشنع على بعض والطائفة تشنع على طائفة طائفة تكفر الطائفة الأخرى وشبابنا هو اللي اللي ضايع طيب دكتور كونك متخصص في العلوم الطبيعية هل هناك نقول عجاز علمي في القرآن الكريم ممكن نواجه فيه كل من يشكك بالقرآن القرآن كتابه هي هداية القرآن بالأسل كتاب هداية ولكن فيه إشارات علمية مهمة تؤكد مصداقيته بالنسبة لي على الأقل أنا يعني كثير من الإشارات العلمية جعلتني أؤمن بالقرآن إيمانا قطعيا أنه من مصدر إلهي غيبي لا يمكن ما قول البشر ولا يمكن مثال دكتور مثال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصر فإذا هم مظلمون يعني يسلخ النهار يعني النهار ما قال وآية لهم النهار نسلخ منه الليل ماذا ولكن إذا ترجع على آية أخرى أشي يقول بها يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعوا أفلا تبصروا الآية الوراها مباشرة وآية لهم النهار أو عفوا قل أرأيتم قل أرأيتم آية اللي بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل بليل تسكنون فيه الآية الأولى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تبصرون فيه أو بناء أفلا هي إشارات عامة إذن لا 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 مرة قال الليل ومرة قال النهار طيب لماذا لم يقول وآية لهم النهار ونسلخ منه الليل لأن ليس لخ النهار وليس الليل وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار نسلخ نسحب نسحب نسلب منه النهار الأصل الليل مثلا مثلا كذلك الآية ما للذي يصعد في السماء ما يجعل ومن يريد الله أن يهديه يجعل يشرح صدره للإيمان ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن ما إيش يصعد في السماء يمكن واحد من الناس يقول لي لا خلينا نرجع على التفاسيل القديمة ما تقول أنه إذا صعدت للسماء ينقص الأوكسجين صحيح لأنه فهمهم للآية في وقتها محدود بمعرفتهم اللي موجود بمعرفتهم ولذلك شو قالوا قالوا عندما يصعد في السماء يخاف ويرتعب يعني اليوم لازم احنا نفسر القرآن من جديد برأيي نعم من يفسره وباستمرار من يفسره الملمونة باللغة العربية الماما جيدا بالتفاسير من أول تفسير لآخر واحد يجب أن يقرأ العراء الأخرى بالحديث النبوي الشريف الصحيح بالقرآن بعضه وبعض القرآن يفسر بعضه وبعضا يعني المامسر تمسك مفردة بالقرآن وتعممها على فكرة هذا من أخطاء بعض الناس يمسك مفردة واحدة ويعممها أنت حطيت أشخاص معينين ممكن أنهم يفسرون القرآن التفسير الجديد للأخرى الإلمان بالعلم وأنه لازم يكونوا ملمين بالعلم الطبيعية أو يستشير طيب لديك اعتراضات سجلتها على الدكتور عثمان الخميس في موضوع القمر في السماء أيضا علي الكيلاني وكذلك الدكتور زغلول النجار وهو متخصص في الجيولوجيا يعني الدكتور ما تبيني ناخذ ذا من الشيخ دين ولا من علماء أنت انتقت لا هذول بالمناسبة من بفسر لي القرآن تسمح لي الشيخ عثمان الخميس الله يحفظه رجل دين طلع طلع هايما القمر ليس في السماء على أي أساس على أساس أنه حديث المعراج وحديث المعراج ليس يعني حديثا قطعي الدلالة ولا مضمون قطعي الدلالة يقول استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام عندما دخلوا إلى السماء زين فإذا كان القمر في السماء وإذا كان الأمريكان قد وصلوا إلى القمر كما نعلم فلماذا لم يستأذنوا إذن القمر ليس في السماء هاي حجة عثمان الخميس هاي شغلة يعني مش صعبة صعبة قبولة يا عمي القمر في السماء ولكن فهمك للأمور غلط موضوع موضوع الاستئذان أي استئذان أي شيء هذا حديث المعراج بالمناسبة أنا شخصيا لا أقبل به لا متلا ولا سندا لا متلا ولا سندا على فكرة بحاجة مراجعة طيب علي الكيلاني علي الكيلاني علي منصور الكيلاني منصور هذا الرجل أصلا هو الكيالي مهندس الكيالي عفوا نحن الرجل مهندس معماري أو كان مهندس معماري قديما رجل كبير جاء فسر بكيفه على راحته وقال هاي من علم الفلك والناس ظنت أنه عالم بالفيزياء هو دكتور بالفيزياء ويكتبونه الدكتور علي منصور الكيالي وهو ليس بدكتور خلينا نكون صريحين ونضع الأمور في نصابها أين البحوث في علم الفيزياء اللي سواها وأنجزها الكيالي وين نشرها فلذلك سامحني الدكتور زغلول الدكتور زغلول فيما نعلم عنه أنه كان مختصا بالجيولوجيا بس يعمل شغلات وحركات عجيبة كقوله بأن وكالة الفضاء الأمريكية اكتشفت أن القمر قد انفلق نصفين أو انشق نصفين وهو ما عنده أي دليل أو انشق ما انشق القمر واقعيا هذه آية آية حصلت حصلت لمن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين بدليل الاستمرارية استمرارية اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فالآية والله أعلم حصلت والله أعلم طبعا هذه قضية أيضا يعني أنا مش أنا اللي أفتي فيها ينراد التعاون بيني وبين الشرعي نتعاون تعاون 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 إنما انفصل عن الأرض ومتى انفصلها مو قبل 1435 سنة أو 1400 سنة انفصل قبل مليارات سنة مليارات سنة طيب دكتور تقول في مقال بعنوان طروحات محمد شحرور حول الكتاب والقرآن أن تجديد الفكر الإسلامي على نحو جدي وشجاع يتطلب أولا التمكن من جوانب هذا الفكر والتمكن من أرضيته العقدية الأصلي والانطلاق في محتوى فلسفي متماسك ومتسق في بنيته الداخلية شلون نوصل حقدي التجديد اللي تبغي سيد الكريم نحن نحتاج إلى قواعد وأصول جديدة في فهم الدين فهم القرآن فهم الشريعة فهم الحديث أيضا نحتاج إلى أصول جديدة تجديد أصول الفهم هذه بما في ذلك أصول الفقه نحن بحاجة إلى تجديد أصول الفقه حتى أنا هذا اللي أدعو له ولكن كيف يكون يكون على طريقة محمد شهرور مثلا لا يجوز لماذا؟ لأن طريقته عشوائية ليست منضبطة بقواعد وأصول نحن محتاجين لمنهجية نعم محتاجين لمنهجية يعني اليوم عندنا فرق كثيرة في الإسلام من اللي بيجدد؟ من اللي بيجدد؟ من اللي بيجدد؟ هي دعوة لما يتوعى الشباب يتوعى الجيل اللي بعدنا ربما يظهر منهم ومن أصلابنا ومن أصلابهم من يحيي هذا الدين عودة إلى الرسالة المحمدية والتبليغ المحمدي الصحيح الدين الإسلامي دين رحمة على فكرة وفجأة يصير هذا الدين أو مو فجأة عبر قرون يصير دين تكفير وصير دين قتل ودين ذبح ودين إرهاب بحيث يأتي يعني تأتي رئيسة ألمانيا مثلا وأمام رئيس مسلم تقول أنا أريد أقضى على الإرهاب الإسلامي وآخر السبب شو؟ لأنه فعلا نحن فئة من فئاتنا الإسلامية مارسة الإرهاب بالفعل وتدعي أنها مسلمة وهي تأتي بالأدلة من القرآن ومن الحديث والتي تفسرها بالطريقة الخاطئ أيها الفهم الخاطئ والمغلوط وكذلك فهم جدد هذول اللي يدعون إلى تجديد الفكر الإسلامي مثل الشحرور ومثل الأخ اللي بمصر شو اسمه المصري أيضا مشهور أيضا اللي رد عليه الشيخ أسامة الأزهري والشيخ الحبيب الجفري عملوا معاه ندوة طويلة وبينوا تهافت كلامه فيها يعني في التجديد التجديد مو هالشكل التجديد مو خطع شواء في شغلات أنا شخصيا أقعد أمامها عشر سنين وحدعش سنة لما أتلفظ بيها بالقضايا الشرعية والتفسير وتفسير القرآن عندي كتاب صيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان لو تقرأ فيه واحد يعيب عليه لأني أقول ربما ربما قلت له شو أساوي أنا لست مجتهد مطلق حتى أمطيك فتاوى قطعية أنا ما أعرف أنا أقول ربما خلينا نفكر خلينا نتفتح عقليا إذا تفتحت عقولنا نصل إلى الحق بروفسور محمد باصل الطاية أنا أشكرك جزيل الشكر وإن شاء الله من خلال هاللقاء إحنا ما أفسدنا عقائد الناس مثل ما أفسد عقيدة الطالب أبدا العقيدة هي واضحة وجلية وإن شاء الله لن تفسد بل تتعزز أنا أشكرك جزيل الشكر لبروفسور محمد باصل الطاية استاذ الفيزياء الكونية في جامعة الأمموك شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين على المتابعة نلقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من أبعاد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر